أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أن نهج مملكة البحرين يرتكز على إرساء قيام التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي مؤكدا حرصها على دعم ومساندة كافة الجهود الدولية من أجل ترسيخ أسس السلام ومساع الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيم وزير شؤون الدفاع سعادة السيد بيني جانت وزير الدفاع بدولة إسرائيل حيث رحب سموه بوزير الدفاع الإسرائيلي والوفد المرافق معربا عن تمنياته بأن تسهم هذه الزيارة في الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أكبر من التعاون الثنائي مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك في شتى المجالات مشيدا بما تم توقيعه من مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين خلال هذه الزيارة بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية نحو مستويات أكبر على كفة الأصعد وذلك في إطار إعلان تأييد السلام واتفاق مبادي إبراهيم الموقع بين البلدين والبناء عليه لدعم جهود إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة بما ينعكس على نماء وازدهار كافة دولها وشعوبها وخلال اللقاء جرى بحث عدد من التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر